غارة لطيران التحالف في صنعاء ومجزرة مروعة لمدنيين هناك من ينتصل لضحايا غارات التحالف في اليمن؟ ولماذا تصمت الشرعية والمجتمع الدولي على ما يحدث؟ أهلا بكم نقلت مصادر إعلامية محلية أن مدنيين سقطوا بعد غارة لطيران التحالف استهدفت منزلا في حي رقاص مكتب بالسكان وسط صنعاء نظمة طباب لا حدود قالت إن هذه الغارات أدت إلى وصول أربعة قتلى وثمانية وأربعين جريحا لمستشفيه الجمهوري والكويت تأتي هذه العملية مع سلسلة غارات شنها التحالف على جبلي عطان ونقم ومعسكر الفرقة الأولى مدرع ودار رئاسة وغارات أخرى على معسكر الصمع بمديرية أرحب شمال الصنعاء بما يفهم أنه رد من التحالف على السهداف ميليشيا الحوثي محط طيضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو في السعودية من جهته أكد التحالف أن العمليات العسكرية تجاءت لتحييد قدرات ميليشيا الحوثي وأنها كما يقول تتوافق مع القانون الدولي وبحسب وسائل إعلام سعودية فإن التحالف أوضح أنه اتخذ كافة التدابير لحماية المدنيين خلال هذه الغارات بعد كل استهداف حوثي للأراضي والمنشآت السعودية يتهيأ المدنيون في صنعاء لاستقبال مأتم جديد تحمل مقاتلات التحالف المحلقة في سماء صنعاء أسئلة مرهقة للمواطنين أين ستكون المجزرة هذه المرة في أي حي وكم عدد ضحاياها هذه المرة سقط الصاروخ على مبنى شعبي من طابقين في حي الرقاص المقتض بالسكان وسط صنعاء سقط قتلى وجرح وتضررت عدد من المنازل المجاورة لا يفعل التحالف الكثير لمنع وصول مقاتلي ميليشيا الحوثي إلى مناطق المواجهات في الضالع وتعز والبيضاء لكنه يصاب بالهلع حين تستهدف الميليشيا منشآته مستجمعا كل قدراته على إلحاق الضرر ليصبه على تجمعات المدنيين بعد كل غارة تستهدف المدنيين يبرر التحالف بأنه قضى على بنك أهداف للمعدات العسكرية والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التابعة للميليشيا الحوثي التي تتواصل ضرباتها ولا يبدو أن مخزونها سيتضرر استمرار مجازر التحالف تحت لافتة استعادة الشرعية التي يعمل على تقويضها واقعيا يضع الشرعية والأحزاب السياسية أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية تهرع الشرعية والأحزاب السياسية لإصدار المواقف عندما يتعلق الأمر باستهداف هذه البلدان لكنها تصمت وتغيب حين يكون مواطنون يمنيون هم الضحايا صارت صور المجازري مجرد صور عابرة لا تحرك ساكنا لدى المجتمع الدولي الذي يتعامل بموازين الربح المادي على حساب ضحايا الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والتحالف تواصل الدول الكبرى تزويد دول التحالف بالسلاح وتغض بعضها الطرف عن تهريب السلاح الإيراني للحوثيين ووحدهم اليمنيون من يدفعون ثمن جريمة الإنقلاب ونتائج إسقاطه جدد الترحي بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني كما أرحب بمن ينضم إلينا هنا في السيديو دكتور عدل دوشيل الباحث السياسي أهلا بك دكتور مرحبا بك حياكم الله دكتور إذن مجزرة مروعة اليوم في صنعاء جاءت بعض غرات للتحالف شملت معسكرات أيضا ضحية المجزرة قتل لعدد لأسرة وما لا يقل عن أربعة أشخاص وعشرات الجرحة برأيك لماذا يستمر السهداف المدني بهذا الشكل بسم الله الرحمن الرحيم أولا نأسف وقلوبنا مملؤة بالغبن على أولئك الأبرياء الذين راحوا ضحية وانضموا إلى من سبقوهم من الضحايا ضمن الضحايا الذين يستهدفهم التحالف العربي هذا يعتبر دليل واضح على أن التحالف العربي يتخبط في مسرف عملياتها العسكرية مثل الناقة العمياء في الليلة الظلماء ويستهدف الأبرياء وعلى مدى السنوات الأربع الماضية والتحالف العربي أكثر غاراتك كانت تركز على الأبرياء وكأنها تركز مهمتها أن تركز على الأبرياء ويسقط الأبرياء والجماعات المليشية الحوثية خارج التغطية تماما هذه هدية من التحالف العربي لجماعة الحوثي هذه هدية رمضانية لجماعة الحوثي من قبل التحالف العربي اليوم التحالف العربي إذا كان يستهدف أماكن استراتيجية حساسة في العمق السعودي وفي العمق المياه الإقليمية لدولة المنطقة العربية المتحدة كان الأولى بهم أن توجه عملياتهم العسكرية ضد من يستهدفهم العمليات التي استهدفتهم هي إيران عبر ميليشيات الحوثية الحرس الثوري الإيراني متواجد داخل العاصمة اليمنية الصنعاء والطائرات الإيرانية هي من تستهدفهم وليس أبناء اليمن وأولئك الضحايا والأبرياء إذن نحن الآن هذه تعتبر جريمة إنسانية يعني ضد الإنسانية ونحن ندينها ويجب أن تدينها الحكومة الشرعية وعلى الحكومة الشرعية أن تتحمل مسؤولية الأخلاقية والقانونية والوطنية يتجاه انتهاكت التعارف العربي وعليها أن تقول التحارف العربي إلى هنا ويكفي هذه ليست مهمتكم أنكم تستهدفوا الأبرياء هذا هذه جرائم ضد البشرية ضد الإنسانية ضد الغيم وضد الأهدف التي جاء من إنشاء التحارف العربي نحن لا نمتلك أي خيار سواء ندين هذه الجرائم وأن نكشف للعالم عن هذه الجرائم ولكن في المقابل التحارف العربي لدينا ما يسمى فريق تقييم الحوادث إلى عشرات الحوادث وفريق تقييم الحوادث اليوم يقولوا بأنهم سيحلوا هذا للتحقيق أو لفريق الحوادث يا أخي لا نريد تحقيق نريد أن تكف الأذى عن الأبرياء لماذا تستهدفون الأبرياء حتى لو كان هناك أنباء تقول بأنه كان هناك اجتماع لجماعة الحوثي جنب هذا المكان أو في منزل أحد القيادة الحوثية هل يبرر ذلك استهداف الله لا يبرر ذلك لا يبرر ذلك لا بد أن يكون هناك أهدف عسكرية واضحة هناك معسكرات واضحة هناك أماكن عسكرية هناك أماكن للتجمعات الماليشيات الحوثية متواجدة في نهم متواجدة في الجوف متواجدة في صعدة متواجدة في الحديدة متواجدة في كل مكان تسرح وتمرح بعروب عسكرية ليل النهار لماذا لا يستهدف التحالف العربي؟ على التحالف العربي ألا يعتمد على الرسال التي تأتيها عبر الواتس أب نحن في معركة أين هي جراءات التحالف؟ أين هي الدعم اللوجستي الأمريكي والبريطاني للتحالف أين استخبارات التحالف العربي هذه جرائم ضد الإنسانية ولن تزيد الطناء إلا بلة وأيضا هذا دعم من قبل التحالف العربي للحكومة الحوثي بطريقة مباجرة أو غير مباشرة وعلى الحكومة الشرعية أن تفهم رسائل التحالف العربي كيف يكون ذلك دعما لميليشيات طبعا عندما يكون مثلا الآن هم يقولون بأنهم جاءوا لدعم الحكومة الشرعية أليست الميليشيات الحوثية الآن في التحيطة الآن هناك أنا أكلمني رئيس ما يسمى بلينة الانتشار في الجانب الحكومي قال بأن الميليشيات الحوثية تقوم بحشد يعني الكثير من أبناء القبائل في محافظة بعض المناطق لإجتياح التحيطة وإجتياح مديرية حيز في الحديدة لماذا التحالف العربي لا يوجه رصاص ويوجه طيران لهؤلاء الذين يريدون اكتحام التحيطة وأيضا منطقة حيز لماذا لا يقوم باستهداف تلك الميليشيات المسلحة التي تريد أن تكتحم الضالع وتكتحم المناطق الجنوبية لماذا لا يفك الحصار عن محافظة تعز لماذا لا يستهدف تلك الميليشيات التي ترابط في حدود محافظة الجوف أين لماذا لا يستهدف الميليشيات الحوثية التي هي متواجدة في جبل هيلان ويشرف على محافظة يعني تحت الآن مأرب تحت رحمة جماعة الحوثي باستطاعة جماعة الحوثي أن توجي الصاروخ واحد إلى داخل مأرب وأن تستهدف المارة الطريق الرابط ما بين الجوف ومأرب وجبل هيلان مطلة هكذا والجيش الوطني من هنا وهنا والتحالف العربي لا يحرك ساكنا إذن هذا يعتبر الدعم بطريقة مباجرة وغير مباجرة نحن نحمل التحالف العربي المسئولية الكاملة وعلى الحكومة الشرعية أن تحمل التحالف العربي وعليها أن تقول كفا عليها أن تسطر إيدانا عليها أن توضح للشعب اليمن هذه حكومة شرعية معترفة من العالم أجمع ولذلك لا نمتلك أي خيار سوى أن ندين هذه الجرائم وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية الأخلاقية سنتحدث عن دور المجتمع الدولي وكذلك عن دور الحكومة قبل ذلك هذه الاستهداف الذي حصل لصنعاء اليوم جاء في سياغ توقيت أنه جاء بعد حادثة استهداف شركة أرامكو في السعودية أو محطة طيبخ للنفط تابعتان لشركة أرامكو من قبل طائرات مسيرات تبنت جماعة الحوثي هذه العملية هل هذا يعني يفهم منه يعني هل ترى أنت أن هذه العملية جاءت رداً على هذا الاستهداف أم في أي سياق تضعها طبعاً إذا كانت جاءت رداً على هذا الاستهداف لماذا يستهدف الأبرياء بعد كل عملية تقوم بها الجماعة الحوثية ضد التحالف العربي يستهدفون الأبرياء لا نعرف كيف يفهموا لا نعرف كيف يتحرك التحالف العربي من الذي يحرك التحالف العربي من الذي يعطيها الإحداثيات هناك قد ربما هناك مخطط لإدخال التحالف العربي في دوامة الجرائم ضد الإنسانية الآن المجتمع الدولي يسجل هذه الجرائم الأمم المتحدة تسجل هذه الجرائم محكمة العدد الدولي تسجل هذه الجرائم هناك من لا يريد الخير للسعودية ونحن حذرنا ميران وتكرار وقلنا بأن استهداف الأبرياء ليس من صالح الأشكاء في الخليج لا في الإمارات ولا في السعودية لكنهم لا يفهمون هم الآن إذا أردوا الاستهداف يا أخي الكريم الطائرة المسيرة ليست حوثية هل بالعقل هل سيأتي رجل متبردق خارج من كهف ويستطيع أن يتحكم في طائرة مسيرة ويضرب في العمق الاستراتيجي ويضرب أهداف استراتيجية من داخل كهف هل هذا يعقل أن جماعات ميليشيوية دينية طائفية كهنوتية تستطيع أن تكون بمثل هذه العملية هذا لا يعقل هذا من قام بهذه العملية والسعودين يفهموا ذلك جيدا والإماراتيون يفهموا ذلك جيدا بأن من يستهدفهم هو النظام الإيراني وليس الجماعة الميليشيوية الحوثية وإنما هي تقوم بدور القانبارز في اليمن الأجواء اليمنية الآن هي أجواء إيرانية في المقام الأول وعلى التحالف العربي أن يفهم ذلك الطائرات الإيرانية تسرح وتمرح الاستخبارات الإيرانية تسرح وتمرح داخل الأراضي اليمنية ولكن التحالف العربية دائما يستهدف الأبرياء لا نعرف يا أخي ردوا على إيران يا أخي أستهدفكم في المياه الإقليمية ردوا على إيران في ساحة العمان ردوا على إيران في مضيق هورمز ردوا على إيران في حدود العراق ردوا على إيران هناك ميليشيات الآن تستهدفكم أنتم لماذا تستهدفون الأبرياء؟ هناك مخطط لتفكيك السعودي وبالتالي أنا أعتقد أن السعودين إذا استمروا في غيهم في استهداف الأبرياء فإن عدالة السماء ستنالهم قبل عدالة الأرض طيب في قراءة هذه الحادثة في سياقها الزمني والمكاني أيضا أن تشير إلى أن العملية لن يستطيع الحوثيون القيام بها دون مساعدة خارجية تحدد إيران بالتحديد في سياق القيام بهذه العملية وإعانتهم لكن أساسا في قراءة الرسائل التي تعطيها استهداف منطقة تبعد عن الحدود مع اليمن بما يقارب 800 كم ما هي رسائل التي تعطى في هذا السياق؟ هل يبرر ذلك ما حدث اليوم في صنعاء؟ لا ليس هناك أي مبرر لاستهداف العاصمة اليمنية الصنعاء الآن لا توجد هناك أهداف عسكرية داخل صنعاء تماما الأهداف العسكرية متواجدة خارج شارع الرقاص وشارع هائل ومناطق مكتبة بالسكان كما قلت لك قبل قليل هذا مؤشر على أن التحالف العربي لا توجد لديه استراتيجية حقيقية لمواجهة الإنقلابيين في العاصمة اليمنية الصنعاء والمناطق التي يصيدر عليها الحوثيين ولذلك التحالف العربي أنا أعتقد أن هناك من يعطيها الإحداثيات عن الخطأ كي يورط في جرائم ضد الإنسانية والتحالف العربي لا أعرف كيف يفكر في ذلك وبالتالي التحالف العربي اليوم هو أمام مسؤوليات قانونية ومسؤوليات أخلاقية ومسؤوليات دينية وأيضا جنائية هذه جرائم حرب هذه جرائم ضد الإنسانية أن يستهدف منزل وأن يدمر منزل على ساكني وأطفال وأن نرى تلك الجرائم المروعة تحت طيران التحالف العربي وأن يضرب الأبرياء ما الذي يجري؟ لكن تشير دكتور إلى مسألة إحداثيات في الأخير هل من المنطقي أن يعتمد التحالف وهو يواجه كل يعني كما يتحدث كثيرا أنه يواجه ضغوط من مجتمع المدني ومجتمع حقوق الإنسان الدولي بشكل عام الذي يعني كما يقول يعني كما يقال يراقب على كل صغيرة وكبيرة هل يمكن أن يعتمد فقط على إحداثيات ترفع في لحظة ما وقد تكون خاطئة وكثيرا ما أخطأت هذه الإحداثيات يعتمد عليها فقط ليس هناك تقنيات حديثة أكثر يعتمد عليها في سياق معركته أمام هذه الميليشيات الإنقلابية طبعا قد لا يستبعد أن هناك استخبارات دول أجنبية يعني متورطة في هذا تعطيه هناك دعم لوجستي ونحن نعرف هناك دعم لوجستي أوروبي وأمريكي للتحالف العربي قد ربما أن تكون هناك استخبارات دولية متورطة في هذه الحوادث وتعطي الحوثي يعني تعطي أقصد التحالف العربي تعطيه أماكن ليستهدفها وبالتالي كي تورط التحالف العربي يعني في هذه الجرائم وأيضا لا يستبعد أن يكون هناك من الداخل اليمني من يعطي التحالف العربي إحداثيات لضرب هذه كي يورط التحالف العربي وكي يورط الحكومة الشرعية ولكي يعطي للحوثي المبرر في الاستمرار في انقلابه وفي يعني في شرعنة انقلابه ضد الشعب اليمني ولذلك نحن لا نستبعد بأن يكون هنا التحالف العربي ليس لديه استراتيجية واضحة ومن خلال يعني كما ذكرت لك يعني عشرات العمليات استهدفة الأبرياء عشرات العمليات استهدفة الجيش الوطني والتحالف العربي يقول عن طريق الخطأ يا أخي عن طريق الخطأ كيف؟ أين هي الاستراتيجية؟ أين استخباراتكم؟ أين الدعم للجوز الأمريكي؟ أين الدعم البريطاني؟ أين الدعم الدولي؟ معنى ذلك أن التحالف العربي هو الآن يعمل ضد نفسه وليس لتأمين حدوده وليس لصالح الحكم الشرعية وليس لصالح الشعب اليمني وإنما يحفر قبره بيده وبالتالي ستكون الأيام القيلة القادمة وقد ربما الأشهر القادمة ستكون مصيرية بالنسبة لهذه الأنظمة هذه الأنظمة ليست أنظمة حقيقية هذه عبارة عن مستعمرات عبارة عن محميات عبارة عن قبائل عربية لا يعترفون بحقوق الآخرين هؤلاء ليس لديهم منطق حتى لا يفهموا منطق الحرب الآن هم يقولون مثلا جماعة يقولون بأن نواجه جماعة الحوذي وفي الأخير يخرج التصريحات السعوديين والإماراتين يقولون بأن جماعة الأخوان هي جزء من تظيم القاعدة يا أخي بتواجه الإيران بتتحكمكم في إيران تضربكم قالوا جماعة الأخوان كيف يفكر هؤلاء؟ هؤلاء يفكروا بعقلية يعني قديمة بعقلية بدوي بعقلية رجل لا يفهم معنى حتى الغيم التي نتشاركها جميعاً طيب دكتور دعنا نشرك معنا في الحوار السيدة إينا الزايد المستشار القانوني للمركز الأورو المتوسطي من عمان أرحب بك سيدة إينا الزايد إذن استهداف جديد لصنعاء مزر حدثت بحق المدنيين هناك ادعاء دائم للتحالف بقول أنه ملتزم دوماً بما يتعلق بقواعد الاشتباك في الحروب هل ما يحدث؟ هل ما شاهدناه اليوم؟ التزام بقانون الدولي لحقوق الإنسان؟ أو القانون الدولي الإنساني؟ تفضلي أستاذي ناس أستاذي ناس سلتسمعيني هناك إشكالية أيضاً في الصوت إلى حين إصلاح هذه الإشكالية أعود إليك دكتور عادل في سياق الحديث عن المواقف أشرت إلى مسألة عدم وجود موقف من الحكومة الشرعية لكن هناك تصريحات في حين وآخر في سياق اللوم وفي سياق رفع العتب كما يقال على الأقل هكذا يصدر كثيرون فيما يتعلق بأنهم يقولون مسؤولين حكومين يصدرون تصريحات يقولون أن أي استهداف للمدنيين هو استهداف مرفوض هل يكفي ذلك في سياق ما يجري؟ الحكومة الشرعية هي ليست جمعية خيرية أو منظمة حقوق إنسان أو منظمة أممية أو منظمة محلية أو إغليمية هذه دولة وينبغي أن يكون هناك اجتماع طالب لصانع القرار اليمني وأن يقول التحالف العربي لا وهذه هي أجندتنا وهذه هي أهداف التحالف العربي وهذه هي مشروعية التحالف ونحن من أعطاكم التشريع ونحن من أعطاكم التدخل يعني تدخل في هذا الشأن لكي تنقذونا لم نستدعيكم لكي تضرب الأبرياء إذا كان هناك موقف حازم من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل صانع القرار اليمني أعتقد التحالف العربي لن يستطيع أن يحرك ساكن هذه دولة هذه دولة عضو في الأمم المتحدة في المجتمع الدولي هذه دولة معترف بها العالم أجمع وبالتالي إذا كان هناك لا نريد من أي وزير أن يأتي على تويتر يقول ندين هذه الكلام أو يأتي على فيسبوك ليقول ندين هذا الكلام لا نريد رئيس الوزراء اليمني أن يتحول إلى الرئيس يمعية خيرية داخل عدن وأن يحرك الاستفارات الإماراتية أو المندوب الإماراتي بريمر داخل العدم هذه دولة وبالتالي لم يستقبلوا حتى الآن أي موقف حازم من قبل الشرعية اليمني لو كان هناك موقف حازم من قبل الشرعية اليمني ويقولهم نحن نريدكم أن تدعموا الجيش الوطني الشريعي على الأرض يا أخي حتى على مستوى السلاح يقول للدولة اعطوا هذا القائد العسكري اعطوا قائد هذه الكتيبة اعطوا قائد هذا المكان اعطوا هذا المحافظ حتى على مستوى يتدخلون في كل سقيلة وكبيرة نحن يجب أن نكون واضحين وصريحين هذه الحكومة مسلوبة الإرادة هذه الحكومة منزوعة السيادة هذه الحكومة هي حكومة منفى وليس بيدها القرار إذا كان هناك عقلاء في المجتمع اليمني وخصوصا في مجلس النوف عليهم أن يبحثوا عن دولة يمنية تحمي حقوق المواطن البسيط هذه دولة مسلوبة دولة متواجدة في الخارج وزير في الكاهرة وزير في عدن وزير في الرياض وزير في اسطنبول وزير كذا هذه الدولة لن تحرك لن تزيد الطينة إلا بلة لن تستطيع أن تقدم شيء نريد دولة يمنية متواجدة نريد حكومة حرب تتواجد على الأرض نريد حكومة أن تقول نحن هنا وينبغي على التحارف العربي ألا يمر إلا عبرنا يا أخي من يتحكم في الأمور هو التحارف العربي من يتحكم في الأمور هو المحتلة الإماراتي داخل عدن يجب أن نكون صريحين وواقعين أما رئيس الدولة هو متواجد داخل قصر محاصر ولا يستطيع أن نفعل شيء وبكل تأكيد هذه الرسالة يجب أن تصل تعود إلينا سيدة إيناس زايد عبر الهاتف من عمان أرحب بك مجددا أستاذ إيناس الصوت واضح لديك؟ نعم نفعل خير لكم والجميع المشاهدين حياكم الله أهلا وسهلا إذن في سياق الحديث من قبل التحالف دوما على التزامه بقواعد الاشتباك في الحرب خاصة فيما يتعلق في غارتي في اليمن اليوم نشاهد عملية أو مجزرة حدثت في صنعاء في أي سياق تضعينها؟ نعم هي مجزرة وهي جريمة حرب أيضا وتعتبر انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وهي تخالف بشكل مطلق الاتفاقية لخماية المدنيين التي تحضر في المادة الثالثة منها الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله ما نشهده اليوم هو استمرار لسلسلة الانتهاكات وأيضا استهداف مباشر للمدنيين على الرغم من التحذيرات التي أطلقت من العديد من الجهات الدولية والمجتمع الدولي حول استهداف المدنيين بشكل خاص وأيضا ضرورة التزام كافة الأطراف بقواعد القانون الدولي الإنساني ومنها قاعدة التمييز بين المدنيين والعسكريين وأيضا الضرورة العسكرية وهذا ما لم نشهده اليوم في الجريمة المكرى التي حدثت بحق هؤلاء المدنيين حيث تم استهداف المنازل مباشرة عوائل راحة ضحية هذا الاستهداف بالإضافة إلى أن الاستهداف كان بواسطة الطائرات والاستهداف المباشر بأسلحة يعني يعد ضررها منتشر على نطاق واسع لذلك فهذا بالمطلق يخالف كافة قواعد القانون الدولي الإنساني وهو أيضا يعبر عن استخصاص بالأرواح البشرية وأيضا استخصاص بكافة منظومة القانون الدولي للحقوق الإنسان طيب في السياق أن هناك من يتحدث عن وجود قيادات عسكرية كانت في منطقة قريبة من المنزل الذي استهدف ما هو الموقف هنا؟ ما هو الموقف القانوني هنا عادة؟ لا يبرر وجود أشخاص أو عسكريين أو حتى قاعدة عسكرية بجانب الأحياء المدنية هذا لا يبرر أبدا الاستهداف المباشر لهذه الأحياء خاصة عندما نتحدث عن أسلحة كما ذكرت لك واسعة الدمار وواسعة الانتشار يجب أن تراعى مصلحة المدنيين بالدرجة الأولى يجب أن يتم إلاء الاعتبار الأول لوجود أبريح وليس الأطرافا في النزاع ولا يحملون صفة العسكريين اليوم أيضا راح ضحية هذا الاستهداف عاملين في المجال الإنساني وعاملين في المجال الإغاثي وهذا الأمر أيضا يعاد جريمة حرب لذلك فلا يبرر وجود جهات أو أشخاص عسكريين في المنطقة كان الأجدر والأولى بأن يتم تجنب استهداف هذه الأحياء هذا الأمر لا يقرأ إلا في سياق انتقامي بحث هذا الأمر لا يقرأ إلا في سياق استهدار وأيضا تجنيب وغياب لقواعد الاشتباك لأنه يفترض في أي قواة عسكرية أي كل هذه قواعد الاشتباك أن يكون هناك أيضا سبق تحذير أو انذار لأستهدار المدنيين بإخلاء المواقع إن كان هناك فعلا استهداف لمواقع عسكرية ولكن هذا لم يحصل ولم يتم اتباعه وهذا الأمر الذي يطفي صفة الجريمة على ما حدث اليوم ويطلق عنها كافة كافة الشرعية المصحة التعبير شرعية الاستهداف للمواقع العسكرية استهداف المواقع المدنية يعني ليس ليس سابقة يعني لم يحدث للمرة الأولى هناك أكثر من مرة حدثت قبل ذلك التحالف في كثير من الحالات قال أنه سيحيل هذه العمليات للتحقيق للجنة يعني خاصة لديه تقريبا هناك أخبار أو أنبات تتحدث على أن العملية اليوم التي حدثت ستحل إلى ذات اللجنة برأيك هل هذا الإجراء كافي؟ يعني لم يسبق من خلال يعني مشاهداتنا ومن خلال مرصدنا لم يسبق أن تم إحالة أي حالة من حالات الاستهداف المباشر للمبنيين إلى لجنة التحقيق التابعة للتحالف أو كما يسمونها يعني لجنة التحقيق في المشترك لذلك لم يكن هناك تبق إحالة إلى هذه اللجنة ولم يسم التحقيق وفتح تحقيق جاد وشفاص في هذه الاستهدافات خاصة أو بما فيها الاستهدافة الذي تم عن طريق الخطأ والذي صدرحت به قوة التحالف أكثر من مرة لذلك فلنجد أن هناك جدية في فتح التحقيق لا يوجد هناك جدية في محاسبة هؤلاء الأشخاص أيضا لا يوجد هناك إشارة واضحة للقادة العسكريين لأنهم هم المسؤولون ليس فقط الجنود الذين يقومون بالاستهداف أيضا القادة العسكريين هم أيضا مسؤولون ولكن لا يوجد هناك أي جدية في محاسبة هؤلاء الأشخاص ما يثير القلق حقا هو أيضا غياب دور المجتمع الدولي في محاسبة هؤلاء الأشخاص وقد سبق وأنسلت الأمم المستحدة فريقا بالتحقيق في هذه الجرائم وأصدرت تقريرا هذه اللجنة وفريق الصبراء أصدرت تقريرا يدين كافة الأطراف ولكن لم يتم إتباع هذا التقرير لماذا برأيك سيديناس لماذا برأيك إذن يغيب يعني الصوت الدولي فيما يتعلق بالضغط فيما يتعلق بهذه الجرائم التي تسهدف المدنيين اليمنين يعني لا يوجد هناك على ما يبدو لا يوجد لدى المجتمع الدولي الإرادة السياسية لإنهاء الصراع في اليمن لإنهاء نصف الدماء ووقف هذا الهدر للدماء يعني هذا يحدث اليوم عن يعني أعداد بالآلاف يعني حسب بالإحصائيات الآخيرة ومنظر الصحة العالمية يعني هناك عشر آلاف يمني لقوا مصرعهم منذ بدء عمليات التحارف العربي في اليمن منذ 2015 وهذه الآلاف لم يحفل بها المجتمع الدولي لإيقاف نصف الدماء ووازالت الدماء تنظف ولا يوجد هناك أي تحرك على المستوى الدولي رغم المناشدات لذلك الأمر لذلك فنحن نجد بأن يعني لا يوجد مبرد لا يوجد أي يعني ننقل تبرير لقيام المجتمع الدولي بالصمت واستمرار الصمت عن هذه الجرائم لابد من التحرك لابد من اتخاذ خطوات تضمن عدم تعصف أطراف النزاع وعدل استمرارهم في ارتكاب هذه الجرائم بحق المدنيين شكر لك سيدة إيناس زايد المستشار القانوني للمركز الأورو متوسطي كنت معنا عبد الهاتف من عمان بعودة إليك دكتور عادل تحدثنا عن دور الحكومة لكن قبل ذلك إذا لم تكن هناك حكومة يفترض أن يكون هناك يعني تيارات سياسية أحزاب سياسية هذه الأحزاب السياسية نفسها التي أدانت ما حدث في السعودية قبل يومين من تفجير أو من استهداف لمحطة ضخ أنابي بالنفط لم وكذلك أدانت ما حصل في أمام سواحل الفجيرة أيضا إلى الآن لم تتحدث عن ما حدث في صنعاء اليوم هل من المبكر أن نطالبها بالكلام؟ طبعا هل لا نحكم على الأحداث الأحزاب السياسية يعني في وقت مبكر ولا أعتقد أن الأحزاب السياسية ستسطر بيان وستدين هذه العملية العسكرية لكن يعني لكن في المقابل البيانات لن تجدين فعلا إذا كان ماذا البيان هو عبارة عن بيان على الفيسبوك أو بيان على حبر على ورق هذه الأحزاب السياسية المنطوية تحت الحكومة الشرعية ينبغي أن تطالب رئيس الجمهورية اليمنية بأن يطالب التحالف العربي أن يكون هناك استراتيجية واضحة للتحالف العربي في دعم للحكومة اليمنية هذه التحالف عليها أن تأتي عبر الأطول الرسمية عبر الدولة اليمنية هم باجتماع طارق ما يسمى بالتحالف الأحزاب أعتقد بعد أن اجتماع مجلس النواب هناك تحالف لهذه الأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية لكن هناك من يتحدث عن ضرورة يعني إيجاد مثل هكذا بيانات لأنه تعبر عن مواقف في نهاية المطافة على الأقل تجاري فيها الشارع يعني تتحدث بما يتحدث به الناس نحن أنا كما ذكرت لك صحيح أنه البيان الإدانة بحد ذات لأنه إذا لم يستطيع أن نفعل شيء عليه أن يدين هذا العمل يعني أقل ما يمكن أن يصطر بيان إدانة لكن أنا أتحدث عن هذه الأحزاب لديها مسؤوليات أخلاقية ووطنية وقانونية قبل كل شيء يعني إذا كان بيان الإدانة صحيح أنه يعني حتى يقول حتى في حديث نبو يقول إذا لم تستطيع فبل لسانك تغير المنكر بلسانك إذا لم يستطيع بقلبك هؤلاء يستطيع أن يتكلموا بلسانهم لكن يستطيع أن يغيروا شيء في الواقع هذه الأحزاب أنا متأكد أنها إذا اجتمعت مع رئيس الجمهورية وكان هناك بيان حقيقي وبيان صارم يقول للتحارف العربي إلى هنا ويكفي أعتقد التحارف العربي سيتوقف عند حده لكنهم لم يتلقوا حتى الآن أعتقد رسالة واضحة الآن يا أخي لا يعني وكأنهم يتصرفون وكأنهم هم الحاكم الفعلي مثل ما كان الكلونيزر البريتش كولونيزر والفرنس كولونيزر في الجزائر مثل المستعمر يعني وكأنه كل شيء وهو من يدير دفة الحكم وكأن هناك انتداب منتدب يعني لدينا مندوب سعودي أو ما يسمى بالأجينة الخاصة أو ما يسمى بالقائد التحارف أو ما إلى ذلك يا أخي الآن هؤلاء يتصرفون كمحتلين مع الحكومة اليمنية يتصرفون بمنطق غير سليم يا أخي الكريم أنا متأكد أن الحكومة اليمنية والأحزاب اليمنية غير راضية بما يحدث الآن ولكن ينبغي ألا نلوم هذه الأحزاب في المقدمة ينبغي أن نوجه اللوم على من أنقلب على الشرعية اليمنية على من أوصل البلد إلى هذا المستنقع الذي أوصلنا إليه الإنقلاب الحوثي هو المسؤول الأول عن ما حصل ويحصل وسيحصل في المستقبل هذه جماعة ميليشاوية هي من فككة الدولة هي من أعطت شرعنا لهذا التحارف العربي هي من استطعت التحارف العربي هي من دعت علينا المسؤول الأول عن كل ما جرى ويجري وسيجري في المستقبل طيب لعنا نشرك معنا في هذه النقطة سيد لبيب ناشر الناشط السياسي والحقوقي الذي ينظرنا عبر الهاتف من نيوي عبر السكايب عفوا من نيويورك رحبك سيد ناشر كيف تبعت ما جرى اليوم في صنع وفي أي الصياق طبعا ما حصل كان مأساب كل ما للكلمة من معايير أولا السلام عليكم ومرحبا وشهر وسهر مبارك طبعا ما حصل ما حصل مأساب كل المعايير ما حصل من قريمة حرب حقيقية تخالف روتكول 49 في جنيف الذي توفقت عليه جميع الدول في العالم على تجريم قتل المدنيين أو إيذاء المدنيين أثناء الاشتبال أنا طبعا سمعت إلى حديث الدكتور عادل وأنا أختلفت معاه يعني هو إحنا إحنا يجب أن نضع النقاط فوق الحروب في مواقف يجب أن لا نكامل فيها أي طرف في مواقف يجب أن نقول بأن الأحزاب السياسية اليمنية الموجودة البلاد الشرعية هي أول من يجب أن يلام ويجب أن يقدم اللوم لهم في قصوة على صمتهم وسكوتهم على هذه الكراءة كما قالت الدكتور عادل شيء لا يجب أن إذا كان لدى هذه الأحزاب شيء من الحس الوطني كي يجب أن يجتمعوا مع رئيس الجمهورية ويفرضوا عليه وهم قادرين أن يفرضوا عليه قال عليهم أن يسحبوا من التحالف الوطني الذي يجمعهم مع قوات التحالف العربي يا أخي الكريم أنا لا أعتقد أن التحالف العربي ميينية صادقة في إنهاء المعركة معكم تقدم الحوثي إلى حقور وإلى العرب لآلاف المقاتلين والقوات السعودية وقوات التحالف العربي هي مدعومة أساسا لوغستيا من قبل البلاد المتحدة الأمريكية هذا التعم اللوغستي الذي رقم الرئيس ترامب أن يقصفوا على قوات الحوث يقدم معلومات دقيقة من الكون لتحالفات الحوثيين على الأمريك المقاتلين لا يحتاجوا إلى أن يقصفوا بيت لحي سكن ولن يكون مقبول لأي مواقع لأي مواقع أن يستمع لمبررات التحالف ومبررات السعودية بأن هذا البيت كقادعة سرين لم يقصفوا يحتاج إلى هذا شيء والمقاتلين والمقاتلين يتحركون بقرية على السلحة المقاتلين والقادة العسكريين المقاتلين والقادة العسكريين الموجودين في تخم تعز يحاصرون التعز بكثافة في الحوبان المقاتلين والقادة العسكريين المقاتلين والقادة العسكريين أيضاً snatch الشيء رائم الحرب أو ضد المدنيين في أعمال ضد الإنسانية يجب أن يقف تصدير الأسلحة لها وبيع الأسلحة لها من قبل الدول الموردة وهذا فعلا ما حصل طبيعة الحال طبعا كل التصرفات التي تقوم بها قوات التحالف العربي وتؤدي إلى سفك دماء المدنيين في اليمن يحرق جميع الدول الداعمة للتحالف وأمريكا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمتها هذه التصرفات التي تفعلها قوات التحالف مليون بالمئة هي تحرق تماما الإدارة الأمريكية الحالية وتجعلها في موقف صعب جدا لا نستطيع أن نقول أن لدى منظمة حقوق الإنسان القدرة هنا على أن تعمل الدفاع المباشر على كل حادثة تقوم بها قوات التحالف ولكن هي عملية راكمية هي عملية راكمية يجب أن تتم تجميع الأحداث هذه جميعاً وتقديمها إلى المحاكمة الدولية أو على الأقل تقديمها إلى الحكومات التي تدعم قوات التحالف نحن مع قوات التحالف نحن مع الشرعية وتحالف الشرعية مع دول التحالف العربي ولكن فيما يخدم القضية الوطنية وليس في قتل الأبرياء اليمنيين نحن مع التحالف فيما يؤدي إلى استعادات مؤسسة الدولة ولسنا مع التحالف في قتل الأطفال والنساء في داخل الأحياء السكنية في صنعاء هؤلاء الذين في صنعاء هم إخوتنا هم أهلنا هم أبناء قلبتنا لن نرضى أن يقتل طفل طالهم ليس له دم ولن نرضى أن يقتل أن يقتل امرأة ليس لديها دم أو أن يقتل شاب في داخل المدينة أو خارج المدينة من الأبرياء والمدنين ليس له دم هذا الأمر لن يكون مقبول إطلاقاً من قبل أي مواطن يمني أكان موقفه السياسي مع الشرعية أو ضد الشرعي أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد ناشر أرحب بمن ينضم إلينا الآن من عدن وزير حقوق الإنسان دكتور محمد عسكر أهلا بك دكتور إذن تابعتم ما حدث في صنعاء اليوم ما هو موقفكم دكتور شكراً لكاقر يا عزيز نحن نعجل أهل الضحايا عما حصل في عاصمة صنعاء اليوم من قتل منزل وقاتل الأسرة مقوناة من أربع أطفال والأب والأم عدد من المدنيين وطبعاً طالبنا نحن في ذات حول الإنسان طالبنا لجنة الوطنية للتحقيق أن تقوم بدورها وتقديم مرتكبتها للعدالة وتطبيق صواعد القانون دوري الإنساني لا شك أنه وقع صنعاه ووقع لنا جميعاً ولا شك أيضاً أن ميليشيات الحوطي الإنقلابية هي مصدر وجاء اليمنيين بشكل عام لكن يعني الدكتور محمد الحديث اليوم يتحدث عن أن هناك غراد جوية كانت اليوم دوماً ما يقول التحالف أنه يلتزم بقواعد الاشتباك الدولية كل فترة على الرغم من ذلك كل فترة يحدث استهداف لمدنيين يعلن فيما بعد عبر لجنة تقييم الحواليات أن ذلك كان خطأاً هل يقبل ذلك؟ لا طبعاً تعرف كل الحروب تحصل فيها بعض الأخطار وهناك يعني قواعد الاستباك وعلى التحالف أنه يعيد تقييم هذه القواعد باستمرار أيضاً تقييم الأهداف العسكرية لكن على الأجاني الأقراء في العزيز حتى نكون منصفين وكما حصل في سعوان وفي غيرها من المناطق ونحن نعرف مجيشات الحوطي كيف تتخذ استراتيجية التشتر بالمجنين والتقاذ المدين كالدرع بشرية كما حصل في سعوان وكما حصل في الحديدة وكما حصل في تعز وكما يحصل في قاطبة هذه الأيام يتم إتقال بعض الأسلحة وبعض المعامل تصنيع طائرات الدرونزة بدون طيار وكذلك بعض السكنات والمنشآت العسكرية في المساكن وفي الأحياء السكنية مما يجعل هذه المناطق تتحول إلى أهداف عسكرية لكن أيضا على التحالف أن يقدر بحسب مسؤولياته الدولية بحسب القانون الدولي الإنساني ما يسمى بمبادئ الحرب وهي قواعد التمييج وقواعد التناسب بالنسبة للأهداف العسكرية إلى أي مدى يمثل هذا هذا العسكري إلى أي مدى يوجد أضرار جانبية ومدنيين ممكن أن يكون ولذلك كل ذلك نحن أحلنا إلى موضوع اللجنة الوطنية للتحقيق وهي لجنة لديها رصيد عند مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة وتطبق المعايير الدولية في التحقيق وهي الوحيدة التي تستطيع أن تحدد لنا الجهة المسؤولة بشكل مباشر أو إلى أي مدى هي مسؤولة هذا الطرف أو ذاك عن ما حصل اليوم في صنع معنا الدكتور عادل ما رأيك بما تفضل به الدكتور محمد عسكر في السياق الآلية التي كما يقول يجب أن نتبعها في التعامل مع ما حدث اليوم في صنع طبعا الحكومة اليمنية هي كما ذكرت قبل قليل هي مسؤولة عن الشعب اليمني من محافظة صعدة إلى المهرة وبالتالي التحالف العربي لدعم الشرعية كما ذكرت ينبغي أن لا يستهدف الأبرياء وينبغي أن يكون هناك من قبل الحكومة اليمنية للتحالف العربي بأننا لسنا معكم ضد الأبرياء ونحن الحكومة عندما تقول بأن هناك آلية للتحقيق في مثل هذه الحوادث أين هو فريق تقييم الحوادث التابع للتحالف العربي من الجرائم التي ارتكبت ضد الأبرياء في الماضي نحن لا نريد أن يكون الضحايا من أبناء الشعب اليمني إما أن يستهدفهم الحوثي بالألغام الأرضية هناك مئات الآلاف من الألغام تستهدف الأبرياء في كل مناطق التي يصيدر عليها جماعة الحوثي والتحالف العربي يستهدف الأبرياء من الجو يعني هل هذه الآلية التي يتحدث عنها الدكتور محمد عسكر مناسبة من وجهة نظر ليست كافية وليست مناسبة في الوقت الحالي نحن الآن في مرحلة حرب وينبغي أن يكون هناك آلية صارمة لحماية المدنيين وينبغي على الحكومة الشرعية أن أقل حال أن تتغيد بالقاون الدولي الإنساني وبقانون الحرب وبقانون قواعد الاشتباك والحكومة الشرعية هي من عضوة التحالف العربي الضوء الأخضر لكي يتدخل باليمن وبالتالي ينبغي أن يكون هناك آلية واضحة لتحييد الأبرياء مهما كان هناك اجتماع لجماعة الحوثي وما إلى ذلك أما مثل هذه الآليات فلن تكون إلا عبارة عن مثل الآليات التي كانت في الوقت السابق وستنضم إلى الملفات السابقة ولن نرى أي شيء على الأرض لصالح الأبرياء ولأولئك من الذي سيعوض هؤلاء الأبرياء لا أهلية تعوض هؤلاء الأبرياء هناك كثير من الأبرياء سقطوا في هذه الحرب نحن المسؤول الأول هو جماعة الحوثي واهيا واهيا وكلنا نوافق على هذا الكلام لكن ينبغي ألا نرتكب جرائم مثل ما يرتكب جماعة الحوثي ينبغي أن نستهدف جماعة الحوثي بالمكان الأول وميليشياتها المسلحة في كل مكان سيد لبيد ناشر قبل قليل أنه تحدث على دور التحالف ومسؤولية التحالف بالتأكيد الحكومة الشرعية فيما يتعلق بما حدث اليوم وأعود إليك دكتور محمد عسكر فيما حدث اليوم تتحدث عن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كيف يمكن أساسا أن تصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مناطق يسيطر عليها حوثيون ألن يكون هذا عائقا فيما بعد يتم الحديث عنه أنه تم منع هذه اللجنة من الوصول إلى هناك هل يكفي فقط التحرك بهذا الشكل الخجول أمام مسألة تتكرر باستمرار وليست على صعيد المرة الأولى منذ بداية هذه الحل أخي العزيز نحن أعتقد سلطانا واضح ورفعنا سلطانا عاليا وأدننا ما حصل اليوم إذا نبالك وبأشد العبارات وبالتالي لا يدوج بحال من الأحوال المزايدة الحكومة الشرعية تجاه حماية المدنيين بالعكس ما حصل في فج عطان أدننا وما حصل في تأذ أدة مرات وفي أدة أماكن لم نقف يوما خصوصا في مسألة المدنيين وتحدثنا بشكل وعلا دكتور يبدو أن الأمر غير واضح دكتور يبدو أن الأمر غير واضح بالنسبة لكم يعني اليمنيون ليست لديهم المشكلة فقط في الإدانة اليمنيون لديهم مشكلة ربما في استمرار حدوث سقوط المدنيين ليست المشكلة في عدم إدانة هذه الحواد إسمع لي بس إسمع لي حتى تستكمل الفكرة بالتالي نحن هذا الأمر نحن لا نخجل من قوله التحالف هو شريك لنا نحن الذين دعونا التحالف إلى اليمن بعد الانكلاب ميليشيات الحوثي وإدخلنا في نفط الفوضى في اليمن من أجل تحقيق طموحات إيران في المنطقة ومع ذلك نحن نطالب بإستمرار التحالف التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني وأي خطأ يحصل من التحالف يتم التحقيق فيه ويتم إتخاذ الإجراءات الواجب إتخاذها الأمر الآخر والذي يجب أن نقص أمامه أماليا الحديث عن اللجنة الوطنية للتحقيق وعدم فهم آلياتها وعدم قراءة تقاريرها مع احترام لضيفك أعتقد أنه لم يقرأ تقارير اللجنة الوطنية لأنه ما يطلع على تقارير هذه اللجنة سيجد أن اللجنة تدين التحالف العربي كما تدين أيضا ميليشيات الحوثي بحوادث ووقاع محددة وبالتالي هذا التوطئ أو اتخذ رئيس الدمهورية الإسعاد ونصر هذه قرارا بحالة كثيرة من هذه القضايا لكن بالمقابل هناك دوما حديث عن صعوبة وصولهم إلى مناطق سيطرة الحوثيين وهذا أيضا في سياق تقارير اللجنة سآتيك وبالتالي التحالف منتزم بمسألة جبر الضرر وتحقيق المبدأ الانتصاب والعدالة للضحايا القص الخاطئ الذي مبني على تحقيقات محايدة الأمم المتحدة مشرفة عليها أن تتعلق للجنة المطنية للتحقيق عدم ذهاب اللجنة أو دخول إلى اللجنة لديها راسبين تقريبا أكثر من 36 راسب في الجمهورية في كل المناطق في بعض المحافظات عدم كبير من راسبين يقومون بتوثير كل معايير الدولية وبالتالي نحن بشكل عام يؤلمنا أي ألم يحصل في اليمن أي مدن يسقط من صعدة حتى المهرة لمسؤولية الحكومة اليمنية لن نقرر في دماء اليمنيين مهما يكون الثمن وعلينا أن نتجه جميعا إلى المتسبب الرئيسي في هذه الحرب وهي ميليشيات الحوتي إذا أردنا أن نكون منصفين على ميليشيات الحوتي أن تذهب إلى ميادين الحروب وميادين القتال لا أن تذهب إلى مساكن المواطنين والموضفين والنساء وبطبيعة الحالة اليمنيون يقاتلون هذه الميليشيات كما استطاعوا إلى ذلك أشكرك دكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان كنت معنا عبدالهاتف عدن بعودة إليك سيد لبي بناشر ما رأيك بما طرح الدكتور في سياق الحديث عن موقف الحكومة من ما حدث أنا مع احترامي للأخ وزير حقوق الإنسان أعتقد أنه كان في صدد الترويق لللجنة التي أنشأتها وزارته وهو يعلم تماما أن لا سلطة للجنته ولا لراصديه في داخل صنعاء نحن كلنا نعلم ماذا تعني عملية رصد قصف قوي أو عملية رصد حادثة من حوادث أو من قرائم الحرب تحتاج إلى أن يذهب الراصد إلى المنطقة تحتاج إلى أن الراصد يسأل جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية وهو يعلم تماما أن الراصدين التابعين للجنته لا يستطيعون أن يعملوا هذا الشيء فهذا الكلام غير مقنع إطلاقا أن وزارة حقوق الإنسان اليمني تستطيع أن تجمع المعلومات كاملة حول ما حصل في داخل ما حصل اليوم في صنعاء إلى جانب أنه ماذا قد يكون حصل يعني يا أخي العملية لا تحتاج إلا لمنطق بسيط ماذا سيكون في داخل منزل سكني في وسط حي سكني هل سيكون هناك ساروخ باليستي مثلا هل سيكون هناك كتيبة من القوات الحوثية ودوما ما تكون هناك أسئلة حول نجاعة هذه العمليات العسكرية وهذا القصف أشكرك جزيلا شكر الأستاذ لبيب ناشط السياسي والحقوقي كنت معنا عبر سكايب من نيويورك بعودة أخيرة إليك دكتور عادد وفي ثلاثين ثانية إذا سمحت برأيك يعني بعد هذه المجزرة تتحدث التحالف أنه دوما ما يراعي القواعد في سياق استهدافاته هل ستستمر هذه العمليات هل ستقف هذه المجازر ما الذي ترى بكل تأكيد سيستمر التحالف العربي في غي إذا لم يكن هناك موقف حازم من قبل الشرعية اليمنية ونحن هنا من هذا المنبر نطالب الشرعية اليمنية بأن تتحمل مسؤوليات الأخلاقية والقانونية والوطنية تجاه الشعب اليمني في حماية مواطنية من خلال إيصال كلمة للتحالف العربي إلى هنا ويكفي استهداف الأبرياء وعليكم أن تستهدفوا جماعة العوذي ونحن استدعيناكم لحماية حكومة يمنية من هذه الميليشيات الإنقلامية وليس للضرب الأبرياء أشكرك دكتور عادل دوشيلة الباحث السياسي على توجدك معنا في الستوديو اليوم أشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاط تقبل تحياتي وتحياتي طاقمي العمل الفني والتحريدي إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة